اشتركوا في القناة بوسط الصحراء ومنطقة الوحات لكن بأقل حدة مقارنة بنهار اليوم المناطق الشمالية الشرقية تبقى تشهد اتراب جوي ناشطة فعلية خلال صباح دائما نحو سواحل يخصها بزخات من الأمطار الرعدية أحيانا مرفوقة به بريح قوية نسبية نحو سواحل الشرقية بعض الأمطار ستخص أيضا المناطق الوسطى خلال صباح تكون أكثر نحو سواحل الوسطى شرقية بعض الأمطار أيضا نحو المناطق الداخلية بينما بالمناطق الغربية ستكون هناك نسبة رطوبة عالية خلال الصباح مرفوقة أو احتمال بعض الأمطار الضعيفة والمحلية نحو سواحل تتبعها سحب عابرة خلال النهر تتحسن الوضعية الجوية مقارنة بنهار اليوم نحو شمال الصحراء ومنطقة الوحات تبقى جوء مشمسة تماما بالصحراء الوسطى لغاية الجنوب الغربي الحرارة خلال ليلة اليوم تتروح ما بين 4 إلى 9 درجات بالمناطق الداخلية مبين 11 إلى 13 بسواحل تقريبا نفس المقياس بشمال الصحراء 15 بيتين دوف 21 درجة بإنسال لحوة 8 رأس وترتفع إلى 30 درجة بأقصى الجنوب خلال ظاهرة الغد ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة نحو كل المناطق الشمالية تتروح ما بين 20 إلى 24 درجة بسواحل مبين 16 إلى 19 بالمناطق الداخلية في حدود 22 درجة بغردايا 25 درجة ببيسكرا الواد لمغير تقورت حتى ببشار 32 درجة بيتين دوف بن عباس وإنسال ترتفع بدرجة واحدة نحو أدرار وثمان رأس وما بين 40 إلى 42 درجة بأقصى الجنوب البحر خلال يوم الغد سيكون قليل الاتراب بسواحل الوسطى والغربية مضطرب بسواحل الشرقية الرياح ضعيفة بسواحل الغربية شمالية شرقية تدور إلى شمالية غربية نحو سواحل الوسطى والشرقية سرعتها تشتد إلى غير 50 كم في الساعة كلما تجهنا نحو السواحل أدى إلى العاصمة وضوحيها وقت شرق الشمس صباحة الغد سيكون في حدود الساعة الخامسة صباحا و37 دقيقة والغرب على الساعة السابعة مساء و51 دقيقة دائما تبقى عنوين مساحة الأرصاد الجوية في الخدمة شكرا على المتابعة ودمتم في أمان الله شكرا على المتابعة